وذي كفن تبع الموجة شفت الدنيا الكل فما توفيق الجبال فما الفنانين مجد ايش فرصة لانو ليه في حاجات خرين وما فماش حاجة استهوتني التوفيق نشوفه العرض انا حاول تفاتي ديما العرض الاول خاطر العرض الاول ما زال عمل هاش واخذر وما تفهمش بالضبط اما خليه يمشي يستمر خمسة ستة شهر يشد الريتم تيها وقتها تنجم تحق المتعف كرتاج ما يستهويكش الافتتاح افتتاح تونسي شادي القرفي افتتاح مع شادي انا نعرف شادي والله شفت لقطات وروبورتاجات التالوزة منهم يظن كنتي على موضوع الموسيقى القرفي وشفته مغشش انا على انو بالنسبة ليه الناس اللي يحاولوا يقصيوا العرضي هوم الظلميين و حابت نفهم عليه شنو شنية المسألة عندي حابت نفهم حابت نطلع شفت شوية بتبعت الحال الناس يخافهم جديد خاصة في الموسيقى الواترية كلاسيكية في تونس والشرخ الموجود الان ما بين الناس اللي تنادي بالموسيقى الكلاسيكية الواترية كذا واللي هما الاجيال اللي نعرفوهم انتي وتعرفهم ويقول لك سينان بورتكوا وبين الراب اللي يقول لك لا تبدلت الدنيا وجماعة مش هكوش احنا رانوصوم ودفان وحتى حد ما يسمحهم الاخرين وكل المعركة هذي بغض النظر على ان هي معركة معركة اجيال معركة اجيال ومعركة رؤى وإدراكات الموسيقى كذلك هي تمثل بالنسبة لنا في الناحية اخرى اعلام على السحر جيدة انه ايجبي خاننا نتعرفو انت موسيقك خير انا موسيقتي احسن كذلك ربما في المشادات والمشاحنات طبعا يجب تكون فهمة قواعد للمعارك والنقاشات ومعرفة وبعض نوع من الرسانة والهدوء اما ما يمنعش اذا ان كل واحد يدلي بيدله ويعتراه في الموضوع بربي بش نسألك لانك حكيت على الراب قضيت كلايبي بيجي قاعد تبع فيها المنع والنقابات الامنية وكل شي ونحب ناخذ موقفك خاطر تقريبا صارت حكاية دمعكتي وانت مدير مهرجين وكل شي شو موقف فتحي هالداوي من اللي قاعد يصير انا بالنسبة لي انا ما يجمش حتى اي حامل خارجي وقف عرض ما يكون ما تجيبوش من اللون اذا جيبتوه اهو كيما سباله حليتها ماشنا نسكرها شير تشويش على الوضع الفني العام في البلاد حتى وضع الجمهور انه يدخل الجمهوري بعد يتوقف العرض هذا في رأيي يمكن تفاديه لانه فما سوء تفاهم يبدو لي ما بين ما بين الفنانين وما بين الناس تدرك فيها الفنذية بطريقة او باخرى طبعا الراب دائما حتى في امريكا عنده صعوبات في بعض الاحيان انا الخميلي امريكا هي بلاد الراب لانو الراب دائما يحب يكسر الحواجز يحب يخرج من ما هو معهود ما هو معروف نحو افاق اخرى ربما بطريقة او بكلام ليعجب الكثيرين الكلاسيكيين او حتى السلطة ببعض الاحيان الاب يعني بالمعنى الاشمل الاب يظلوا ليشوش والده ساعه ساعه يزمو ينهروا ساعه ساعه يزمو يقولوا صحيت ساعه يزمو يتمشى معاه انا سيدو ماج وفني كل خير وبركه اما انا اعتقد وقلتوا الكلام ذي انو بي بي جي كلاي عنده فضل كبير في رأييه الموسيقى في تونس وعنده فضل كبير على الكلام التونسي على الهجة التونسي انا اعتقد انو بي بي جي كلاي من مجددين على الهجة التونسية شهدة كبيرة هذي هذا يا شهدة حق وانا بي بي جي كلاي تجمعني به بعض القبل الاخوية يكن قابلوا في الشارع ولا في المطار ما عنديش لمصالح معاه انما انا نشوف نسمع اعتقد انو من المؤسسين للتحويل فما عملية صياغة جديدة للهجة التونسية ليس فقط ككتابة انما كايقاع ملفوظ الكلام وان شاء الله يتفطنو له هذي على خاطر دائما فما ناس يجي وربما حتى بي بي جي هذا كل يتعطى فيه بمهجة وبفكر وبقلب وبإحساس وكل ما عندوش تجد انما الموسيقيين والمناظرين على الموسيقى يجب ان ينظروا بانتباه للتجارب هذه اللي هي خارجة من الناس خارجة من ودائما القانون يقول قانون انسانية انو الفن الكبير لا يخرج الا من الاحياء الشعبية ومن الطبقات المسحوقة ونحن منهم واضح شكرا لك فتح